اشتركوا في القناة جاء ذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام أعضاء مجلس وزراء الإعلام العرب ورؤساء وفود الدول العربية وسعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالأمنة العامة لجامعة الدول العربية ألقى سعادة وزير الإعلام خلال الاجتماع كلمة رفع فيها أسماية الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية أيضه الله على رعاية جلالته لعمال هذا الاجتماع مؤكدا سعادته أن هذه الرعاية الملكية السامية هي خير دليل على حرص جلالة الملك المعظم على تعزيز العمل العربية المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بأليات التنسيق والتضامن العربي بما يحقق تطلعات الدول العربية وشعوبها الشقيقة رحب سعادة وزير الإعلام بأعضاء مجلس وزراء الإعلام العرب في بلدهم الثاني مملكة البحرين وحة السلام وفي مدينة الملام عاصمة الإعلام العربي الفين واربعة وعشرين وأنقل لهم تحيات جلالة الملك المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لأعمال المجلس كل التوفيق والنجاح قال سعادة وزير الإعلام إن حكمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأسه لأعمال القمة العربية أسهمت في أن تكون نتائج قمة البحرين على قدر تطلعات وأمال الشعوب العربية وهو الأمر الذي تعزز بالمبادرات المهمة التي جاءت في إعلان البحرين والتي تم اعتمادها بإجماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية وتهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط عموما ومنها مبادرات مملكة البحرين وهي إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تستضيف مملكة البحرين تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين وذلك دعما للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي ثم ألقى عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام أعضاء مجلس وزراء الإعلام العرب كلمات تطرقت إلى أهمية الاجتماع مشهدين بالجهود التي تبدلها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في دعم مسيرة العمل العربية المشترك هذا وقد أقر مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الاجتماع بإجماع الأعضاء مقترح مملكة البحرين المعني بالتعامل الإعلامي مع المبادرات التي تقدم بها حضرة صاحب الجلالة ملك الولاد المعظم والتي تم اعتمادها بإجماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية في قمة البحرين ويشمل المقترح تبني أنشطة إعلامية لإبراز المبادرات التي أطلقت في القمة من خلال مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والدولية إلى جانب رفع تقارير دورية حول هذا الخصوص كما تم إقرار اختيار دولة الكويت الشغيقة لتكون عاصمة الإعلام العربي عام 2025 خلفا للملامة عاصمة الإعلام العربي تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لكم بالتوفيق والنجاح وأن تتكلل جهودكم بالسداد في كل ما يحقق للإعلام العربي التطور والنماء ويعزز من دوره في خدمة قضايان العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وترسيخ أسس الأمن والسلام والتنمية في دولنا العربية وأود في هذا المقام أن أعرب عن خالص الشكر والأمتنان لسعادة الأخ محمد المهدي بن سعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل بالمملكة المغربية الشقيقة على جهوده الطيبة خلال ترأسه لأعمال الدورة السابقة 53 للمجلس والشكر موصول للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الأعلام العرب برئاسة معالي الأخ الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الاتصال والإعلام ولللجنة الدائمة للإعلام العربي برئاسة تعالى الأستاذ عبد الرحمن بن ناصر العبيدان على جهدهم الكبير المبذول في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع المبارك الأخوة الكرام أننا نعتز بأن انعقاد اجتماعنا اليوم يأتي عقبة استضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة منتصف الشهر الجاري والتي كانت قمة اعتيادية في مسمائها واستثنائية في توقيتها ومخرجاتها لسيما وأن ما صدر عنها من قرارات وتوصيات متمثلة في إعلان البحرين يشكل دفع قوية في مسيرة العمل العربي المشترك ويعكس وعدة الصف العربي والموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة وهو ما يستلزم من الإعلام العربي أن يواكب هذه المخرجات بما يعكس رسالة دولنا العربية الداعية للسلام والتعايش والحوار ويسلط الضوء على ما تنجزه دولنا من مكتسبات لصالح شعوبها أن حكمة سيدي صاحب الجلالة الملك مملكة البحرين المعظم خلال ترأسه لأعمال القمة العربية أسهمت في أن تكون نتائج القمة قمة البحرين على قدر كبير من الأهمية وهو الأمر الذي تعزز بالمبادرات المهمة التي تقدم بها جلالته وتم اعتمادها من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادرة الدول العربية والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً وهي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضوياتها في الأمم المتحدة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وجميعها مبادرات تلامس الأوضاع العربية الراحنة وترسم سبلاً لمعالجة التحديات سعياً لمستقبل أفضل للأمة العربية ورغبتها في الأمن الجماعي والتنمية والازدهار الأخوة الكرام أن دور الإعلام العربي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة العربية يزداد أهمية وتأثير وتشكل قمة البحرين ومخرجاتها مساراً للكيفية التي يجب أن يسير عليها الإعلام العربي في الفترة المقبلة وضرورة أن يكون متواكباً مع تطلعات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قائدة الدول العربية بحيث يمارس الإعلام دوره ورسالته في رفع الوعي وحشد الجهود من أجل مستقبل أفضل لأمتنا وشعوبنا العربية الأخوة الكرام أن الموضوعات التي تنقشها اليوم هذه الدورة العادية رقم 54 لمجلس مزراء الإعلام العرب سيكون لها انعكاساتها الواضحة على الإعلام العربي ومستقبله وفي مقدمتها الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية في ظل الأوضاع المؤلمة التي يشهدها قطاع غزة فضلاً عن متابعة تنفيذ الخطة المرحلية للإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها القمة العربية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات المهمة وأننا في مملكة البحرين حريصون على دعم كل الخطوات والقرارات التي يصدرها مجلسكم الموقر وسنعمل على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك الذي يحقق لإعلامنا العربي التطور المشهود ويعلي من تأثيره في النهوض بمجتمعاتنا والحفاظ على هويتنا الأصيلة وضعين نصب أعيننا في كل تحركاتنا تحقيق الخير والنفع لدولنا وشعوبنا العربية لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع الإعلام احتضنت مملكة البحرين اجتماع الدورة العادية الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب وذلك لبحث سبل تعزيز العمل الإعلامي المشترك ودوره في دعم القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية جملة من البنود تضمنتها توصيات الاجتماع تهدف إلى تطوير المنظومة الإعلامية العربية وتسخيرها لكل ما شأنه تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والنهوض بالتنمية المستدامة في المجالات كافة حقيقة الاجتماع اجتماع مهم في ظرف حساس جدا نعرف أن القضية العربية الأولى هي قضية فلسطين في أننا ندعم أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر والصامد في غزة وفي كل الجبهات وكذلك أشقاءنا العرب يتفقون معنا في هذا الرأي المساعدات الإنسانية كان محور مهم مساعدة أبناء شعبنا محور مهم جدا ودعونا إلى تحالف إعلامي عربي موسع لدعم القضية الفلسطينية يجب أن لا يكون العرب متخلفين في جانب الإعلام في دعم ونصة القضية الفلسطينية مع هذه الصحوة الكبيرة العالمية كان البند الفلسطيني حاضر على جدول العمال وهو البند الأول وكان في توصيات مهمة من قبل الأشقاء العرب وتبنتها بالطبع رئاسة الدورة في مملكة البحرين إحنا حقيقة طلبنا بوضع آليات محددة من أجل تنفيذ هذه التوصيات وهذا هو المهم دور حيوي لوسائل الإعلام في مؤازرة تنفيذ القرارات العربية بما في ذلك تفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الإعلامي لا شك بأن تطورات الأوضاع التي في المنطقة التطور الإقليمية خاصة الأحداث التي اتشدها غزة ذو أولوية قصوى في مجال الإعلام فما بالك ما هو مطروح على طاولة اجتماع وزارة الإعلام العربي كثير من قضايا الإعلامية قضايا إقليمية عابرة للحدود فبالتالي الموقف في موقف الإجماع حولها مهم اليوم تم اعتماد والتأكيد على خطة العمل المشترك ما يسمى بخطة التحرك المشترك العربية لدعم القضية الفلسطينية وفرض السردية العربية مواجهة للسرديات الكاذبة والمدلسة بالإضافة إلى الاتفاق على خطة التحرك اتجاه قضايا التطرف وقضايا الإرهاب وخطاب التطرف القمة حرصت على أن يكون هناك توافق بين جميع الدول العربية على بعض القضايا سواء في الذكاء الاصطناعي والتطور الذي يصير في الإعلام سواء كان ذلك على طريق القرصنة وما يحدث في الإعلام كذلك التوافق في أن يكون هناك أو اعتماد ومتابعة استراتيجية الإعلامية العربية الموحدة وهذا مهم جدا أنها تحدث كل فترة وأنه يتم متابعتها وأن يكون هناك توجه عربي واحد في الإعلام في بعض القضايا المهمة لعل كانت قضية فلسطين في هذا اللحظة والاهتمام من وزراء الإعلام العرب بالاهتمام بهذه القضية وأن يكون لهم صوت موحد إعلاميا الاجتماع الذي حضره العديد من الوزراء العرب أسفر عن كيفية تسريع وطيرة الإنتاج بما يتناسب مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بالإضافة إلى تطوير العمل الإعلامي المشترك وتعزيز التواصل والتنسيق الذي يحقق التطور المشهود والمحافظة على الهوية العربية تعاون عربي بناء ومثمر ينطلق من هذه القاعة للمنطقة العربية أجمع من المنامة لتكون بمثابة رسالة إعلامية موحدة وشاملة تحقق التضامن العربي وتعزز العمل الإعلامي المشترك لمواجهة كافة التحديات والتغيرات المرحلية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر